تمكنت فرق مكافحة الإرهاب التركية بالتعاون مع جهاز المخابرات من اعتقال المسلح الذي نفذ الهجوم على الملها الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة وقتل فيه العشرات وكانت القوات الأمنية التركية أجرت منذ يوم الهجوم سلسلة عمليات دهم وتفتيش أسفرت إحداها عن القبض على زوجة منافذ الهجوم وتوصلت المخابرات التركية والشرطة إلى معلومات تشير إلى مطلق النار ويدعى عبدالقادر ماشا ريبوف يقيم في شقة في حي السنيورت في اسطنبول مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات وفور تلقي البلاغ دهمت الفرق المنزل وألقت القبض على ماشا ريبوف